يا أيتها النفس المطمئنة تنفعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فننتجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الآمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارني الله وإياكم من الضلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم ما زلنا معشر المسلمين والمسلمات نتحدث عن الاستقامة وعن أهميتها وعن العوامل التي تبعد الإنسان أو تبعد المؤمن عن طريق الله تبارك وتعالى ذكرنا ثلاثة عوامل أولا الذي يستقيم مؤقتا لا بنية صالحة ولكن بنية الطمع في بعض الأشياء الدنيوية والأمر الثاني هو الإنسان الذي يغرى بالمال والأمر الثالث هو الإنسان الذي يغرى بالجنس أما العامل الرابع الذي يبعد كثيرا من الناس عن طريق الاستقامة فهو التساهل في الصغائر أو الاستهانة بالذنوب الصغيرة صحيح أن رحمة الله عز وجل واسعة وأن الله تبارك وتعالى حف المؤمنين على التوبة والإقلاع عن الذنب والرجوع إلى طريقه المستقيم وبيّن أن باب التوبة مفتوح لكل عباده حتى الشارد منهم ما دام يرجع إلى الله عز وجل قبل أن يغرغر وصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن هذه إذا اقترفها عباد الله عز وجل فإن الله عز وجل أسرع إلى مغفرتها من غيرها من الكبائر الذنوب الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ويقول مولانا في آية أخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مضخلا كريما هذه الآيات مثل هذه الآيات أو الأحاديث التي تسير في هذا المنح لا تعني بأن الله تبارك وتعالى يشجع عباده على اقتراف الصغائر لما اذكر الله عز وجل الكبائر هذا لا يعني بأنه يشجعنا ويقول لنا لا حرج في أن ترتكبوا صغائر الذنوب ما دمت أغفروا الذنوب الصغيرة لكن الله عز وجل إذا تكلم بهذا الشكل فلحكم عميقة يمكن أن استخلص شيئا منها الحكمة الأولى هو أن الله تبارك وتعالى يحث المسلمين على الاجتهاد في اجتناب الكبائر لما الكبائر خاصة لأن عواقبها وخيمة لا تكتفي أو العواقب لا تقتصر على مرتكبها وإنما تتعداه إلى غيره فمثلا الإنسان الذي يرتكب كبيرة عقوق الوالدين يصيب نفسه بضرر ولكن يصيب والديه كذلك بضرر وإن رجع إلى الطريق وتاب عن غيه فلعل الضرر لا يستطيع أن يجبره إذا مات والده ورجعه إلى الله عز وجل وتعب لكن الضرر قد سبق ولا يمكن أن يصلح ما قد أفسده الإنسان إذا زنى كذلك وتاب إلى الله عز وجل يقبل الله توبته ولكن الضرر الذي ألحقه لا يقتصر على نفسه ولكن يقتصر على من زنى بها أو يزيد إلى من زنى بها وإلى أسرتها أو لأن كانت المرأة يتعداها إلى من زنت به أو إلى أسرته أو إلى الولد الذي ولد من جراء تلك العلاقة الغير مشروعة إذا هنا التوبة تقبل ولكن الأضرار ما تزال وخيمة نفس الشيء بالنسبة لشهادة الزور أن تشهد الزور ثم تتوبى عما فعلته قد يقبل الله عز وجل توبتك ولكن الضرر قد ألحق بمن شهدت ضده زورا وبهتانا وهكذا كل الذنوب الكبيرة إذا أخذناها واحدة واحدة نجد أن عواقبها وخيمة على مرتكبها وتتعداه إلى غيره ولذلك حرص الإسلام على أن يمنع المؤمنين من ارتكاب هذه الدنوب التي تكون عواقبها وخيمة على الجميع أما الصغائر فمعظم الصغائر يكون ضررها لصاحبها لمختلفها وقليلا ما يتعدى الضرر غيره وإن تعدى غيره فيمكن أن يجبر ما فعل أخذت لأن تكلمت في إنسان فيمكن أن تجبر ذلك بأن تعتذر له إلى غير ذلك من الأمور وقد لا يمكن أن تجبر ذلك الضرر ولكن الكبائر لها عواقب وخيمة أكثر من الصغائر فلذلك حرص الله تبارك وتوحث الله عز وجل في هذه الآيات المؤمنين على أن يججنبوا أولا كبائر الذنوب الأمر الآخر هو أن الصغائر يصعب على العبد أن يججنبها الصغائر يصعب على العبد كثير من الناس يسقطون في الصغائر ولا يستطيعون أن يحموا أنفسهم منها وهذا ما أراده ولذلك الله عز وجل بيّن حتى لا يقنط الناس من رحمته بيّن أن هذه الصغائر يعفو عنها بسرعة حتى يرب عباده إلى طريقه ويدفع بهم إلى التوبة وهذا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح المليح الذي رواه الإمام المسلم قال إن الله عز وجل كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال يعني كل واحد لا بده أن يصيب شيئا من الزنا فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع أن تستمع إلى امرأة وتلذذ بصوتها أو أن تستمع إليك هي وتتلذذ بصوتك واللسان زناه الكلام واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يهوى ويتمنى وذلك زناه يتمنى ويفكر في أمور يعني ولا إلا يفعلها ما زالت في قلبه ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه إما أن فرجك يصدق ذلك فتنقلب إلى الزنا بعينه وإما أن تكذبه ولا تأتي الزنا إذن وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يفصل بين الزنا بعينه الذي هو كبيرة من الكبائر والأشياء الأخرى الزنا الذي يعتبر من الصغائر كنظرة العين والمشي والسماع إلى غير ذلك إذن هذا بيز الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمرين لأن معظم الناس معظم الناس لا يحمون أنفسهم من هذه الصغائر فما دام الله عز وجل رحيما بعباده بيّن لعباده أن هذه الصغائر التي صعب عليكم أن تحموا أنفسكم منها أتجاوز عنها بسرعة ولكن عليكم أن تجاهدوا في اجتناب الكبائر لأن الكبيرة لا يرتكبها إلا من ضعف إيمانه يضعف إيمانك فترتكب الكبيرة أن تعقى والديك أو أن تشرك بالله أو أن تزني أو أن تشرب الخمر هذه لا يرتكبها إلا من ضعف إيمانه وشارد عن طريق الله عز وجل خرج من الطريق أما الذي يوجد في الطريق لا يمكن أن يسقط في الكبيرة مدام في الطريق ولكنه يسقط في الصغائر فبين الله عز وجل أنه أسراع إلى مغفرة هذه الذنوب الصغيرة من الكبائر ولذلك أراد الله عز وجل أن لا يقنط عباده من مغفرته فحث على ترك الكبائر أكثر من حثه على ترك الصغائر ولكن بعض الناس لا يفهموا هذه النصوص على ما أراده الله عز وجل منها فبعض الناس يستهين بالصغيرة فيحقرها ولا يحتاطوا في الإتيان بها ويسوغ فعلها بذكر هذه النصوص إن سقط فيها يسوغ فعلها بذكر هذه النصوص وتجده إن فعل هذه الصغائر لا يندم على فعلها ولا يتوب إلى الله توبة نصوحة منها فيظن بأن الصغائر قد انتقلت من مجال المحرم إلى مجال المكروهات أو إلى مجال المباحات وهذا خطأ كبير لما لا أجل تكلم عن الصغائر هذه ذنوب هي تعتبر ذنوب وخرقا لأمر الله تبارك وتعالى لما الله عز وجل تذكر الصغيرة هذا يعني بأنها أصبحت فقط مكروهات لا مكروهات وحدها أو أنها أصبحت من المباحات مباحة وحدها هي ما زالت من الذنوب وما زالت مما حرم الله تبارك وتعالى فإياك أيها العبد أن تستعين بها أو أن تستصغرها أو أن تظن أن الله عز وجل تجاوز عنها بسرعة وهكذا استدرج العبد شيئا فشيئا ويستحلي الصغائر إلى أن يبعد عن طريق الاستقامة بل قد يقع في الكبائر وقد ظن قبل أن يقع فيها أنه في مأمان ومنجا منها شيئا فشيئا يسقط في الكبيرة كالذي إن يتكلم مع مرأة لا تحل يقول كأنه ما هذه الصداقة وزمالة عمال وكذا وتكلمه مثلا لا شر ولا شيء غير كدرت إلى باش وتبقى غادي هكذا بشي بشي يقول كذي ساعة ما هو الظلب الذي اقترفته فتجد وينظر إلى ما حرم الله ويستلذ بالنظر ويستلذ بالكلام وهذا الشيء من الزنا كما أخبر رسول الله عز وجل وتقول كأنه ما وقعت فيما حرم الله عز وجل فيستهين شيئا فشيئا بالصغيرة إلى أن يقع في الكبيرة فيخرج باتاتا عن طريق الله تبارك وتعالى ولذلك حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم النقع في هذه المكيدة الشيطانية روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم يعني احذروا إياكم ومحقرات الذنوب يعني الذنوب التي نحقرها نحقرها ولا نظن أنها كبيرة نقول هذه صغيرة ماشي مشكلة إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد يعني بواحد الناس جنعوا في واحد السهل كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود هذا جباح العويد وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما ألضجوا به خبزهم جمعوا من الأعواد ومن الحطب ما شعلوا به النار فخبزوا خبزهم أو نضجوا خبزهم يعني طيبوه نضجوا خبزهم يعني طيبوا الخبز تاهم معنى ذلك أن العود يوحده لا تشتعل النار فيه ولا يمكن أن ينضج الخبز ولكن إذا جمعت عودا إلى عود إلى عود إلى عود آنذاك شعلت نارا وافية كثيرة لهيبها كبير ويمكن أن تنضج الخبز كذلكم الذنوب قد يكون ذنب صغير حقير لا أثر له في قلبك ولكن إذا اجتمع مع ذنب آخر مع ذنب آخر وإن كانت صغائر أو اجتمع مع صغائر أخرى آنذاك تشعل تلك الصغائر في قلبك النار وتحرق دينك وتبعدك عن طريق الله تبارك وتعالى وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها يعني الله عز وجل أخذه عليها تهلكه أصبح من الهالكين وفي ذلك يقول الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى ولا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى الجبال رهي بتراب حجرة 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 كذلك الذنوب صغيرة ما أصغيرة ما أصغيرة تصبحوا كدائر وَهَكَذَا كَثِرُوا مِنَ النَّاسِ يَسْتَحْلُونَ الله عز وجل أصغير 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 Xianاش人 وكذلك ما يعني Well done شكرا لأصغيرج الله عز وجل أصغير ب launched جنسيح أن يقول الله عز وجل أصغير م๋ن صغير الله عز وجل أصغير اللعز وجل أصغير uncMadame� الله عز وجل أصغير سوية سوية المشاومة عز وجل لا يمكن أن تتسجينا لا يمكن أن تتسجه كان من تسجيل ما يجب أن يجب أن تسجع ما يتسجعون هل يتسجعون حسنو الله أزوجل يمتلك اللي هزوجل كبير أولاً بخير قليل يتسجعون تقريب أن يخبر الموبقات أو الكبائر ويض Albert في قلتًا أعلم أيضاً الذي تخبر أيضاً لا يتساعد هذا مصدر كما قال الله أزاوجيه أصليماً في الأفضل على فضلك الخير من الأمور فإن الأفضل إلى جيدة أفضل أعطال أساسيه فقط تفقدًا فقط وضع الأساسيه حسنًا أعطال مأعشق في جديدة عندما تخبيثاً فكما ، أنك تحضر التي وإن اوأحاً المرسل ومثل في مرسل ومنا ، يتواجه مجزعك ممتط pertama مرسل مرسل تقنية إلسان خالياً انهموا يتبع مغلق أنهم يتضيعون الاستفادة أنهم لمعبنون قواد اتتبعت أنهم يتعريون ولكنهم تحضرون لكنهم يتبعون الأصدقاء لكن الغد فيها تحدث عن طبيعيص على شخص اموه و الطدم اشخاص بالتحديد وطلب من خلال للدافت أن تقوم بتنية على سبيل المناسب يعتمون جهد وليزمام كمع من خلال لكن يحسر قلال es un très large et il ne se limite pas ca celui qui a commis le péché mais il le dépasse vers les autres en revanche les petits péchés d'une manière générale généralement le in impact négativement que la personne qui les a commis et même si l'a touché autre oui il peut toujours les réparer en demandant pardon quelque chose comme ça mais pour les autres me mener si tu demordes pardon à la personne à qui tu as volé ou à qui tu as fait un faux témoignement contre qui التي تكون جدا، تقامل عائل لا عائل للتحالة. وهذا يعني ماذا الله عزوج ريس لك في شعب الخصر لكم الجديد في الشيء سيشعر كثيرا وهو صحيح لكي في شعب الخصر لا يعني ذلك أغفضل عائل للتحالة ولكنه أن يجب أشخص عليك الشيء الثاني يطرع أن يكون شيئا أرادة تريدون رأمي ذلك يقول بكيان مقالب تفضل يقدر أن يكمل المقالب ذلك كما تتحدث عن العبور نهاية مقالب بثئة تصولي وحب صلى الله عليه وسلم يصرع ليسيقديا وحب صلى الله عليه وسلم كلهم قالfor الله إن الله أزهور و جلو نمه ترجم لأهي وهم جواب أدلتية يجمع لأهي وفي ذلك نحن أعادر dieser ترجمة الله عز وجل وسيفه من قبل أن الطنسي معي وله وكل سنبرى في وكل سنبرى أصفاً إن صلى الله عليه الصلاة لطنسيقه ليس أمود أن تفهم شيئاً ماذا ينظر إن أرهيع إنك رأسي جبكت إذا ألم يدرون إن كثرة لن تت عندي وكما تعقفت يجب أن تعقف لأنه هي إصبت الاتران لوكما تعقفت أتجع الوطنسي إلقائك. الإنسان لارد أعادهاتي، الإنسان لارد أعادهاتي، يتعلموا من يس pingموا لدهاتي. ثم قالت الأعادة أن يسافرون مفارون ذلك لحقا. إذا وضعت نبقاء الطعام فى الناس مريكا، الإنسان سبحثمان ، إنسانا، أنت الأفرج، يعني لأنكم إشترون أ Valider أو أن يتضحين. هي يتحسن التأكد من حتى تحسن أن تبتحيك تحسن للحثة لا تحسن في تحسن الإدلتية هناك فهي سهل يتحسن بين الناس إدلتية الإدلتية وكل ما يتحسن اللي قد رأسه يتحسن من الحسن لكي تحسن للحسن وليس يتحسن لأن الواقع الواقع أو يتحسن للمسلمين أم يفعله C'est que l'Azzawajal Pardonne plus rapidement Ses petits péchés que le grand péché Il pardonne plus rapidement Les petits péchés que les grands péchés Mais il y a certaines personnes Qui ne comprennent pas ces textes comme il le faut Ils pensent que le petit péché Est passé du domaine du péché Vers le domaine du déconseillé Ou bien vers le domaine De l'autorisé Or ce n'est pas le cas C'est toujours un péché Tu es toujours dans ce qui est illicite Et ces textes là ne font pas passer Ce qui est illicite vers ce qui est autorisé Ou bien vers ce qui est seulement déconseillé C'est à dire si tu le fais c'est pas grave Non, ça reste grave Et ces textes là n'encouragent pas le croyant à le faire Mais quelque part il insiste sur le grand Et dans d'autres textes Comme on va le voir Il va insister sur les petits aussi Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes Commettent ces petits péchés Après il prend comme prétexte Donc il justifie ce qu'il fait Avec ces textes que je viens de citer En disant mais j'ai pas fait C'est un petit péché C'est pas grave Dieu pardonne rapidement le petit péché Donc je rentre dans une petite relation Soit disant innocente Mais je fais rien de grave Je suis pas passé à l'acte Et du jour au lendemain Donc du jour au lendemain Chaitan commence à nous faire glisser Vers une autre voie Jusqu'à ce qu'on commet le vrai péché Le grand péché Jusqu'à ce qu'on écarte Qu'on s'écarte De la droiture Qu'on avait observée pendant longtemps Et Chaitan il est rusé Il est rusé Il prend son temps Il est patient Il prend son temps Et sa stratégie Il veut pas le résultat tout de suite Même si à long terme Allons-y S'il faut un an, deux ans Lorsque je vois Ce musulman sur le droit chemin Je ferai Je donnerai Tous mes efforts Et j'utiliserai Tous les moyens Pour l'écarter Intelligemment Sans qu'il se rende compte Qu'il est en train De glisser Et voilà pourquoi Le prophète A dit dans le hadith Qui a été rapporté par Ahmed Dans son musulman Par Nasaï Par Ibn Maja Et par Ibn Hibban Dans son sahih Il a été considéré comme sahih Par plusieurs savants Méfiez-vous Méfiez-vous Des péchés sous-estimés C'est-à-dire des petits péchés Méfiez-vous Des péchés sous-estimés Parce que leur exemple C'est l'exemple D'un groupe de personnes Qui sont venues dans une vallée Qui ont accosté Qui ont campé Sur une vallée Et chacun a commencé A ramener Un petit bout de bois Et jusqu'à ce qu'ils aient Allumé du feu Avec lequel Ils ont cuit leur pain Que voulait dire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Un petit bout de bois Ne fait pas allumer le feu Et ne permet pas De cuire le pain Mais le petit bout Avec l'autre petit bout Avec l'autre petit bout Lorsqu'il devient nombreux Là on peut cuire le pain Autrement dit C'est en accomplissant Ces petits péchés L'un avec l'autre Internet Les forums Les échanges Soi disons Amicaux sur internet Travers les réseaux sociaux Je ne fais pas de mal Même si c'est une femme Je ne la vois pas Il est de l'autre côté Et ainsi de suite C'est au fur et à mesure Que ça devient Des grands péchés Qui risquent de brûler De brûler Là-bas il a dit Il cuit le pain Ici il peut brûler ta religion Et il peut t'écarter Du chemin d'Allah Azzawajal 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 Ince la tu'am aans Azzawajal 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 Parce que cette mait Ab 자신 que ce buur aonde La Assưng Haubajal libraries Azzawajal 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 من الشعر كنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات الموبقات هي الذنوب الكبيرة التي تخلد صاحبها في النار تدخله النار كنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات وانتم تشوفوها حاجة بسيطة إذا كان هذا قول صحابيين جليلين لتاب للتابعين فماذا عسى هما يقولان لنا للخلف ماذا يقولون لو جاءوا في عصرنا هذا هادش التابعين لهم خير القرون وشوفوا الكلام التي يقولونهم أما كنجاوشة في الحالة ديالنور والمصائب اللي احنا فيها والصغائر التي نرتكبها كل يوم ونحن نستخف بها ولا نشعر بها ما عسى هم أن يقولون يقول الإمام الغزالي رحمه الله تصير الصغيرة كبيرة بأسباب منها الاستصغار والإصرار الصغيرة تصبح كبيرة عند الله تبارك وتعالى بسببين أساسيين أنك تستصغرها تحقيرها تستاهيم بها والإصرار أنك تصر عليها تديرها اليوم وغداو بعد غداو وتتصر عليها وتتوجد دائما تحميلها محملة الهزل ما هذا مشي مشكلة الله عز وجل غفيره الذنوب هذا ما شدرت هذا ما شدرت هذا ما شدرت هذا ما شدرت قصة مراء هذا ما شدرت فإن الذنب كلما يقول ابن الغزالي فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله الذنب ولا يكون صغير أنت استعظم وخاف كما قال رسول صلى الله عليه وسلم العبد الصالح إذا ارتكب ذنبا كأن جبلا وقع على رأسه والكافر إذا ارتكب ذنبا كأن ذبابة وقف على أنفي فقال لها هكذا العبد المؤمن هو الذي يستعظم ذنبه وإن كانت صغيرة فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله وكلما استصغره عظم عند الله قال لأن استعظمه فقال شكرا لها يستعظم الذنب يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له وذلك النفور يمنع من شدة تأثيره به العبد الذي يستعظم ذنبه معنى ذلك أن القلب ديانه منفر منه أن القلب ديانه يستعجل ما فعله ولو كان صغيرا والقلب الذي يكون هكذا لا يستطيع الذنب أن يترك فيه بصمة سوداء لأن القلب هو واقف حاضر صفالق القلب هو فالق هذا هو القلب الذي يستعظم الذنب الصغير واستصغاره يصدر عن الألفة به إنسان ما تولف الذنب يستصغره يقولك ما شيء مشكل وذلك يوجب شدة الأثر في القلب وهكذا الذنب هذا كان صغير ينكت في قلبي العبد نكتة سوداء لأنه استصغره قال وذلك يجب شدة الأثر في القلب المطلوب تنويره بالطاعة والمحذور تسويده بالخطيئة وقد جمع هذا المعنى أو جمع هذا المعنى في قولة نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم هو حادث سلت ديانه شوية ضعيف ولكن المعنى ديانه صحيح لا غبار عليه فإن حين قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار أرى ما كيش شيء ذنب صغير إذا كنت تصر عليه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار لا كيش شيء ذنب كبير إذا كنت تستغفر الله تبارك وتعالى فاختر أي العبدين أنت إِمَّا عَبْدُونَ يَسْتَعْضُمُ صِغَارَ الظُّنُوبِ فَلَا تَتْرُكُوا بَصْمَةِ لَا تَتْرُكُوا سَوَادًا عَلَى قَلْبِهُ أَوْ مِمَّنْ يَسْتَعِينُ بِصِغَارِ الظُّنُوبِ فَتُسَوْوِدُوا قَلْبَهُ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وَتُبْعِدُهُ عَلْ طَرِيقِ لِسْتِقَامَةِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Chers frères, si les compagnons redouan الله عليهم se sont maintenus dans la rectitude et dans le chemin de la droiture, c'est parce qu'ils surestimaient les petits péchés et non pas l'inverse, c'est parce qu'ils surestimaient les petits péchés. Et c'est pour cela qu'on rapporte sur Abu Sa'id al-Khudri ainsi qu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu ma, qui se sont adressés un jour aux successeurs, les tabi'in, qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils leur ont dit, il y a, ou bien vous faites des choses, vous commettez des péchés qui paraissent à vos yeux plus fins que les cheveux, plus fins que les cheveux. Vous commettez des péchés qui paraissent à vos yeux plus fins que les cheveux, mais que nous considérions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme des graves péchés, qui nous font loyer dans l'enfer, alayhi wa sallam, à notre époque nous les considérions comme des graves péchés. Et voilà pourquoi l'imam al-Ghazali a dit, le petit péché devient un grand péché si on insiste à le faire et si on le sous-estime. Le petit péché devient grand si on le sous-estime et si on insiste à le faire. Et il a dit, parce que la personne qui surestime le petit péché, la personne qui surestime le petit péché, c'est qu'elle a un cœur encore vivant. Et c'est pour cela qu'il voit le petit péché comme quelque chose de grave. Et à partir de là, ce petit péché n'impactera pas négativement son cœur. Il ne laissera pas de noirceur dans son cœur. En revanche, la personne qui sous-estime le petit péché, ça veut dire qu'il a un cœur qui est insouciant. Et le cœur qui est insouciant justement, peut se faire pénétrer par Shaitan al-Iyadu billah. Le cœur qui surestime le péché, il est protégé, immunisé, même s'il le connaît. Voilà, il le regrette amèrement, il le regrette amèrement, il demande pardon à Allah azzawajal, il se rapproche d'Allah azzawajal. Alors que celui qui dit, non c'est pas grave, c'est quelque chose d'habituel, tout le monde le fait, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il a un cœur dont les portes sont ouvertes. Et à n'importe quel moment Shaitan peut y pénétrer et donc commettre des dégâts et des désastres dedans. Voilà pourquoi on a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de petit péché avec l'insistance. Et il n'y a pas de grand péché avec la pénitence. Il n'y a pas de petit péché avec l'insistance. Lorsque tu insistes à faire le petit péché, il devient grand. Et il n'y a pas de grand péché avec la pénitence, avec le repentir. Il ne devient plus grand. Parce que Allah azzawajal le pardonne parce qu'il sait que tu as un bon cœur. Et voilà pourquoi nous devons faire attention aux petits péchés. Ne jamais les sous-estimer parce qu'on risque justement de basculer vers les grands et on risque de perdre pied et on risque de quitter le chemin de Allah azzawajal. نفعل الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ونسائر المسلمين وارحم الله عبدا قال آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله العامل الخامس الذي يبعدنا عن الاستقامة هو عكس العامل الرابع وهو الغلو والتشدد في الدين الإنسان لما يغلو في دينه ويتشدد في دينه ويتمطع في دينه هذا كذلك لما يبتعد عن طريق الاستقامة ويشرد عن طريق الله عز وجل إن عاجلا أو آجلا وقضية الغلو أيها الإخوة الكرام لا تخص الإسلام فقط وإنما تخص كل الأديان فهي قضية قديمة قدم الإنسان على هذه الأرض ولقد لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مآل المتشددين والغالين حين قال فيما رواه أبو هريرة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري إن الدين يسر إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غالبه لن يشد اللي تعكس مع الدين وتشدد فيه لن يشد الدين أحد إلا غالبه يعني الدين يقضي عليه ما يقضيش يتعاند معه ما يقضيش يبقى غاضي في ديكترق ديالة الشدة فسددوا يعني حاولوا تصلوا الصواب وقاربوا إلى ما تصلوا الصواب حاولوا تقربوا منه سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يعني استعينوا بالصلاة ديالصبح والصلاة ديالالروحة ديالالعشية وشيء من الدلجة يعني صلاة شوية ديالصلاة الليل وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون إني ليستطيعون أن يبقوا على طريق الله عز وجل لا بد أن يشردوا مع مرموا يبقوا مستقمين هلك المتنطعون وقال العلمة في السرعة الحالية بجزء الأمور إما أن رسول صلى الله عليه وسلم يخبر وإما أنه يدعو فيهم إني إما تدعو فيهم تقول ياربيه لك المتنطعين وإما أنه يخبرنا أن المتلطع لا يجب أن يهلك واحدة من الأمور وكلهما مصيبة بالنسبة للمتلطع وقال الإمام النووي المتلطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم كان واحد الحدود في الوسط كذلك جعلناكم أمة واسطة لما تتخرج على ذلك الوسط فقد سقط في التلطع والغلو وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححة الألباني إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين والغلو في اللغة هو المجاوزة في الحد والقدر وأما في الاستيلاح الغلو هو الزيادة وسواء كانت هذه الزيادة اعتقادية يعني في العقيدة أو عملية في العمل أو حكما على الآخرين في الحكم على الناس يقول ابن تيمية رحمه الله الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذنه على ما يستحقه شيء حاجة تنكبر فيها أكثر من ذلك شيء تستاهل أو شيء حاجة تنذمها أكثر مما تستاهل حاجة أو أشخاص عمل أو أشخاص كنت يبدو كبرو في العلماء تترجعون بحل أنبياء الشيخ فلاني قال وما هو الشيخ فلاني وما هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو مجاوزة الحد في المدح أو أنك تسب في الناس وتذمهم كأنهم شياطين كنت يدربوا عثلين في العلماء يجعلون بحل الشياطين الشيخ صواديزون الفلاني الله يجعله الله يدله هذا هو المصيبة هذا هو التنطع هذا هو الغلو أنك زدت عن الحد إما في المدح وإما في الذن يقول ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله لم أعمر ن Ludely جديدا مع المتنطعين قدروا صلى الله عليه وسلم كان يتشدد معهم لنتقلموا في الشيذة يقول لكم لا ملاки إيمان ذي مصدعنا وتضرب فينا لا هذا هو سلة رسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتشدد مع المتشدد يتشدد مع المتنطعين ويقول ابن المسعود ما رأيت أحدا أشد على المتلطعين من رسول الله ثم قال وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر من بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال وإني مأرى عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم أو خوفا لهم إنتخاف عليهم ومشوا الجهنم هذا سيدنا عمر ابن الخطب إنتصحاب الكبر والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتشددون مع المتشددين فى الأسخار의 اجرام الحقى فى الدعم وكما تضيفها فى الأسخار فى الأسخار فى أدن بهم وى القرآن الثثورة لذلك فى الأسخار وأن أدن الله عزوجل فى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون ذلك سيارة ومن أنهم في أشرحيات من قلقات ومن العلامة. ليس نقطة أ Recovery, أصبح في أولوجيا يا مباشرة، ومن أتركيز على جيدesh through the Word. أِنَوْلَى الْأَرُقِعَاتِ وَلَيْنَيْنَيْنَيْنَيْنِهِ وَنَوْا نِنَنْهِ وَنَيْنَيْنَيْنَيْنِيَهِ وَلَيْنَيْنَيْنَيْنَيْهِ وَبِنْ تَعِيْنَيْنَيْهُ هذا؟ تعليق حصول مرد يسأل الحلو كم بحجة أو في الانج أو على الهدف أو على صدقات المترجمات سعادة حلت إلى شخص حلات القدرة أثناء بعد قررة القدرة شخص حلات القدرة أثناء بعد الثقرب أثناء وهي سوريا وحسان أقل اتهى عمر بن الخطاب اخبت لا يوجه أسراء تتكرار الغوية مع أجرد لشد سنة فبيтоت صلى الله عليه وسلم كان أمر أكثر كما كان لديهم South Ibn Masoud لماذا لماذا كان هذا فبيто بلغو مهمة مع أجرد لماذا يا إخوة الكرام هذا تحامل على الغالين والموتشدددين إذن الله أشايا وإذن الله يتحامل اليوم التي تتكلم عنه بها الطريقة عدم لا يسعنا المجال في ذكري في هذه الجمعة نذكرنا تركه إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى ونستغادر لتجمع على هذه الأسئلة lors du prochain بإذن الله تبارك وتعالى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا ونجبرنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على الاستقامة في الدين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من صخطك والنار اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ اللهم بعظمتك أن نغتال من تحتنا لا تدعي اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتنا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر ورحمة تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين